السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من حلقات زيادة الطول وبنجاوب على استفساراتكم لقينا استفسار مميز جدا وممكن يبقى فيه ناس آآ كتيرة يهمها الاجابة على هذا السؤال وآآ متى يتوقف طول الانسان نهائيا السؤال ده بيجي لنا كتير باستمرار ويمكن اجابته مستخبية في الحلقات اللي احنا عملنا على القناة ومتاحة بشكل مجاني انما النهاردة احنا بنجاوب بشكل مباشر متى يتوقف طول الانسان نهائيا ناس بتقول سبعتاشر ناس بتقول عشرين ناس بتقول تلاتين احنا عندنا في البرنامج ممكن بنقبل الناس لحد خمسة وتلاتين سنة لكن طبعا ده بيبقى بزيادة طفيفة من اتنين لتلاتة سنطي في حين ان الزيادة ممكن توصل مع العمر الصغير سبعتاشر سنة او اقل من كده ممكن نوصل لعشرة سنطي انما ايه اللي بيخلينا نحط الارقام دي ولش معنا رقم سبعتاشر وامتى فعلا بيتوقف طول النهائية يعني امتى اعرف ان انا فعلا طول يوقف وما فيش زيادة اكتر من كده اه طبعا الموضوع ده بتخش فيه عوامل كتيرة جدا انما اختيار عمر سبعتاشر سنة لان ده غالبا بيبقى تقريبا نهاية سن المراقة ويمكن ده مرتبط بالسن القانونية ان السن القانونية تمنتاشر سنة فانت سبعتاشر سنة قبلها فبعد كده يبقى خلاص انت بقيت راجل بالغ ومسؤول قانونا وكده فبقى رقم سبعتاشر ده بيبقى له اللي هو انت يعني في نهاية مرحلة الطفولة والمراخة انما انا ما عنديش اعتراض على الموضوع ده هوت ان هو ان نقول دي مسترة قياس او بداية مسترة قياس ان احنا نبتدي نتكلم على سبعتاشر سنة طيب هل ممكن النمو يقفى قبل كده نهائيا اه ممكن يقفى قبل كده نهائيا وحنقول الاسباب دلوقتي انما ازاي يعرف ايه علامة ان النمو يتوقف طبعا اه لو انت متابع طولك باستمرار وانت قسط السنة دي وبعد سنتين لقيته نفس الطول يبقى كده اكيد كده الطول توقف نهائيا انما هل لما الطول يتوقف كده نهائيا هل مش ممكن انا رجع اطول تاني ممكن لكن بتغيير الظروف اللى قدت الى توقف النمو النمو توقف بتاعك لان فيه عوامل انا هقولها دلوقتي قدت الى توقف النمو لما نتعامل مع هذه العوامل تبتدي التولى بيتدي يحصل تحفيزه في النمو وابتدي اخد زيادة في الطول التاني في من العوامل دي ما لا يمكن التعامل معها او يمكن التعامل بصعوبة او ممكن يتعامل معها بسهولة فاحنا هنشوف مع بعض بادي اول حاجة هي البلوغ المبكر بلوغ المبكر طبعا دي بتبقى حاجة جينية ان بيبقى بتلاقي كده يعني عيل صغير مسلا تسع او عشر سنين فجأة الشنب بتاعه طلع اه ادي ان بتاعته ابتدت تنبت اه واحدة بيبقى ابتدت تظهر عليها علامات الانوسة بدرجة ملحوظة كل ده وهي لسه صغيرة لسه تحت عشر سنين او هو تحت عشر سنين طبعا ده معناه ان فيه دلوقتي البلوغ المبكر ده بيعمل تكلس في العظام وبالتالي ده بيروح اه موقف عملية النمو ولو استمر هذا النمو اه او البلوغ المبكر بيعمل تفرف النمو فجأة يعني بتلاقي اه الاصدقاء بتوعه او اللي موجودين معاه في المدرسة كلهم قصيرين وهو الوحيد اللي طويل انما بيقفوا الطول وهما بقى يكملوا فتلاقيه بقى قصير فالبلوغ المبكر ده بيبقى اول علامة ان ممكن ممكن ان نمو يتوقف مبكرا برضا يعني بتبقى علامة المميزة اللي احنا قلناها دي فطبعا لو حصل هذا البلوغ المبكر ومعاه نمو فائق في فترة صغيرة واقعدت سنتين ومفيش اه زيادة في النمو بمعنى كده هذه الطفرة اللي حصلت وزيادة المفاجئة كانت نتيجة البلوغ المبكر وخلاص مش هيحصل طول بعد كده طب اه طب اعكس العملية دي ازاي طبعا لازم ان انا يعني ايه اه اه غالبا اللي بيبتدي تظهر عليه على مثل البلوغ المبكر بيبتدي يتصرف كالبلغين اه الواحدة بتبتدي يتصرف بقى زي الستات الكبار ومش عارف ايه وبتاع وبتدي يتاخد بالها من نفسها اه الهو بقى بيبقى شنب وخط يعني زي ما بيقولو ايه بيبتدي بقى يحس انه الراجل ويطخن صوته ويتنمر على اللي حواليه فالكلام ده بيعمل تغييرات هرمونية الجسم بيحس بيقولو خلاص يعني مرحلة الطفولة انتهت فبيبتدي يوجه وخلوا بالكم عامل الحتة دي يوجه هرمون النمو لعملية التكاثر يعني انت خلاص بقى انت بلغت يعني اه يبقى نركز بقى في الحتة دي فهرمون النمو بدل ما يوجه نفسه اللي الطول يبتدي يوجه نفسه لعملية التكاثر طيب اه طبعا احنا كنا شرحنا الموضوع ده في فيديوهات قبل كده هنسيب الرابط بتاعتها في الوصف الخاص بالحلقة اسفل الفيديو اللي هو برنامج هالطولي طبيعي وبرنامج تاني اللي هو اه الطولي البنت القصيرة شرحنا المفهوم ده فطبعا اه يعني انا شايف كده الحلقة ده يعني دخلة في ست دقايق فانا هكتفي بحتة البلوغ المبكر دي وان شاء الله نكمل معاكو في الحلقات القادمة باقي الاسباب طيب قبل بقى ما خلص الحلقة هل الموضوع ده انا ممكن اعكسه اه هو الفكرة ان انا اه طبعا مش هعكس حكيت حتة البلوغ بس ممكن طول ما اه هزا الطفل لسه تحت السبعتاشر سنة ممكن نالحق الموضوع يعني االحق العزام بتاعته انها متتكلس بالكامل وحط ظروف معينة بحيس ان انا امنع هذا التكلس ودي اللي احنا نقشناها في حلقات التشريق والارتشاف والكلام ده كله وحنسيب روابطها برضو آآ بحيس ان انا ابتجي ايه امنع الجسم من هو يكلس العزام في الكامل آآ طبعا المفهوم ده احنا شرحناها في حلقات قبل كده فانت هتشوف بس الحلقات هتفهم الموضوع ازاي ودي من النقط اللي يمكن آآ علاجها قبل سبعتاشر سنة بمعنى ان انت لو عديت فوق سبعتاشر سنة عشرين خمسة وعشرين تلاتين وكان عندك خاصية البلوغ المبكر ان انت تسع عشر سنين كنت اطول واحد في زميلك وفجأة نموك وقف فلو عددت في في سن عشرين خمسة وعشرين يبقى صعب ان احنا نعمل عملية برنامج زيادة الطول آآ انما لو انت لسه سنك تحت سبعتاشر يبقى هزيه آآ هذا الموضوع او سبب التوقف في الطول ده ممكن ان هو نتخطى ان شاء الله بكده بخص حلقات النهاردة ويعني دي هتبقى كده سلسلة ورا بعضها بنسميها التنظير العلمي هتلاقوها في الهاشتاج اللي موجود في اسم الفيديو لو عايز برضو تشوف باقي حلقات التنظير العلمي ممكن تشوفها وبكده بخص حلقات النهاردة واستودعاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة